اشتركوا في القناة يدها بالخير ممدودة للعالم اجمع وعطاؤها يكمن في اهلها وابنائها انها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه فعلى نهجه نستمر في اعانة المحتاجين والمتضررين في شتى بقاع العالم وهذا هو الدور الانساني الذي تطلع به مملكة البحرين فتسعى المملكة دائما الى رفض كافة المساعي والجهود لرفع المشقة عن المتضررين والمنكبين وسواء كانت اضرار المجتمعات بسبب الحروب والدمار او بسبب الكوارث الطبيعية التي لا تفرق بين شخص واخر او اي شكل من اشكال الازمات التي تمسها لان الجهود البحرينية اتضحت جلية في العديد من الشواهد فكانت الاغاثة البحرينية مادية ومعنوية وتسهم في ارتقاء المجتمعات فعلاوة عن الاغاثة سعت مملكة البحرين لدعم المجتمعات من خلال انشاء المدارس ومقار السكن من اجل ان لا يكون عطاؤها محددا بزمن بل هو استثمار في الانسان والمكان يعود بالنفع على المتضررين ونهج الاعمال الانسانية والاغاثية من قبل البحرين ايضا اتسم بالوضوح والشفافية وهي الجوانب التي تحرص المؤسسة الملكية للأعمال الانسانية على انفاذها لذلك كانت مملكة البحرين تعمل بشكل دائم مع الامم المتحدة ومنظمات الاغاثة الاممية لكي تضمن وصول المساعدات لمحتاجيها بشكل سليم ومباشر دون تدخلات ان اغاثة المنكوبين والمحتاجين نهج قيادة وحكومة وشعب البحرين نابع من القيم الاسلامية السمحة والقيم المجتمعية الاصيلة التي ميزت المجتمع البحريني اضافة لروح وجوهر خطابات جلالة الملك المعظم الذي يؤكد دائما ان البحرين تقف بجانب الاشقاء والاصدقاء في محنهم وظروفهم العصيبة اشتركوا في القناة